كيف تم إدراجه؟ على أنه مرشح إلى أمام الحلبوسي هو قدم نفسه مرشح هو قدم نفسه وليسه هو قدم نفسه مرشح والأخطر اسمع رئيس السن نعم نعم حج خالد النائب خالد الدراجي السام الرائي أجرى اتصالا هاتفيا مع المشهداني إلى المستشفى وقال له أنا فلان بعد أن عرفه بنفسه أمامي طلب منك بأنك مرشح إلى انتخابات الرئاسة هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا توقيعك؟ لأني لا أعرف إن كان توقيعك أم لا فقال له نعم أنا مرشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب وهذا توقيعي وبناء عليه أدار أكمل الجلسة الأخ خالد الدراجي أنا قلت أحنا وعزم ذاهبين نحو المتفقين واتفاقنا يتضمن أن ندعم الحلبوسي أنا لم أخدع لم أكذب على الجمهور أنا قلت للمشهداني منذ وقت طويل وفي كل الاجتماعات التي حضرناها سوية أنا كنت أقول يا أخوان ترى أحنا والسيد الحلبوسي متفقين وما نشرته من صور بيني وبين الحلبوسي سواء في أربيل ما سربته عما جرى في الاتفاق مع فخامة الرئيس مسعود البرزاني في أربيل كان يتضمن بشكل واضح وصريح وخلافا لما كان يريده بعض الزمناء والأخوان اللي معي قلت أنه احنا اتفقنا أحنا سيكون لنا موقف واحد من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة البرلمان ولا نتدخل في اختلاف الأخوة الشيعة على من هو الكتلة الأكبر هذا قلته من شهر عشرة وقلته معك مرتين وقلته بكل وسائل الإعلام هم الجماعة ما كانوا يصدقون أخي قبل يوم أنت موجود بالقروبات قبل يوم كانوا يقولون باتشر لم تصلوا للفوز لنا ومش عان الجمهور يكذب والحلبوسي هو الجاي الرئيس قبل يوم ايه تمام فأحنا ما خدعناهم أحنا قلناهم أخوان اتفقنا مع الحلبوسي هسا غيري ما قدر يقولها بهذا الشكل الصريح أنا قلتها بشكل صريح أحنا كنا متفقين ولاكو غدر ولاكو غش ولاكو ولم نقل للحلبوسي للخنجر المشهداني أنك مرشحنا أبدا أبدا لعن كيف أدرج الآن بل كيف تم إدراجه على أنه مرشح إلى أمام الحلبوسي هو قدم نفسه مرشح هو قدم نفسه وليس هو قدم نفسه مرشح والأخطر والأخطر اسمع أي والأخطر رئيس السن الثالث بعد أن قدم الرئيس السن الثاني اعتذاراً خطياً عن ترأس الجلسة أي واعتلى الثالث وفق الكتاب اللي جاي من فوض الانتخابات أي أجرى اتصالاً تليفونياً بسماعة بسماعة مفتوحة مع النواب من على المنصة موثقة تلفزيونياً وبالصوت أي نواب قال للسيد المشهداني نعم الحاضرين بالجلسة تمام مجلس النواب في الجلسة الأولى البرحة أي رئيس السن نعم نعم رئيس السن حج خالد النائب خالد الدراجي السام الرائي أجرى اتصالاً هاتفياً مع المشهداني إلى المستشفى وقال له أنا فلان بعد أن عرفه بنفسه أمامي طلب منك بأنك مرشح إلى انتخابات الرئاسة هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا توقيعك لأني لا أعرف إن كان توقيعك أم لا؟ فقال له نعم أنا مرشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب وهذا توقيعي وبناء عليه أدار أكمل الجلسة الأخ خالد الدراجي بناء على هذا أدار الجلسة وأكملها حتى أني هذا هذا موثق بكل التلفزيونات وموجود تسجيل له نعم نعم فالأخي المشهداني الطلب المترشيح ليس بكتاب من عزم وإنما بطلب شخصي منه اشتركوا في القناة